سؤال تاني بيقول الروح القدس عندما حل على التلاميذ في اليوم الخمسين اتكلموا بلغة واحدة ولا كذا لغة اول حاجة لما بطرس وعز وعز مجموعة من الناس كل واحد وهو واقف سمع اللغة اللي هو توالد فيها في بلده يعني اللي من ليبيا طبعا فيه اللغة بتاعة عرب ليبيا يعني البدو بتاعة ليبيا ما كانش لسه فيه عرب في ليبيا ساعتها سمع لغته اللي كان مولود هنا سمع لغته اللي كان هنا موجود سمع هنا اللي كان مصري سمع اللغة القطية فالناس تعجبت قوي ازاي كل واحد سامع اللغة بتاعته بالرغم المتكلم متكلم واحد يبقى هنا موهبة التكلم بالالسنة كان فيها واحد بيتكلم وفيه ترجمة فورية في اذن كل الناس اللي كانت بتسمعه بس دي ما كانتش الصورة الوحيدة لما هويبة التكلم بالالسنة لان كانت ممكن تهيبة التكلم بالالسنة ان كل التلميذ يبتدى ينطق بلغة اخرى كان لا يعرفها قبل كده فالحقيقة احنا عاوزين نقول ان فيه ناس سمعة التلميذ كل التلميذ بيتكلم باللغة بتاعت بلده وبالتالي يبقى كل التلميذ يتكلم بلغة وكمان بطرس لما تكلم كل الناس فهمته يعني كان فيه ترجمة مع التكلم بالالسنة اللي اتنين كانوا موجودين والروح القدس قادر ان هو يخلي الواحد يعمل كده او يخلي الواحد يكلم باللغة والتاني يسمعه باللغة اللي هو بفهمها دي سهل قوي يعني اذا كان جوجل دلوقت بيعملها يبقى الروح القدس مش قادر يعملها سؤال بيقول